في إطار تعزيز العلاقات بين إمارة الشارقة وجمهورية النمسا زارت دكتور ريتشال تشينز رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية وسعادة مضار الخوجة أمين عام غرفة التجارة العربية النمساوية المدينة الجامعية بالشارقة وكان في استقبالهم سعادة خالد بن بطل هاجر مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة لينطلقوا في جولة تعريفية بدأت من مجمع اللغة العربية في الشارقة وهناك تم إطلاعهم على دور المجمعي ومهامه المنوطة به لحفظ لغة الضاد أعرف على الشارقة والمدينة الجامعية على الوجه الخصوص لما سمعوا عن المدينة واهتمامها بالتعليم والثقافة وللحمد الشارقة تسير على نهج واضح رسمه صاحب اسمه الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي وعضو مجلس العلا حكم شارقة الرئيس العلا المدينة الجامعية حيث أصبحت المدينة الجامعة اليوم تحتوي مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية الزيارة امتدت كذلك لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية وهناك تم استعراض الجانب الفني والثقافي الذي تنطرق منه الأكاديمية لتكمل مشهد العلم والمعرفة في إمارة الشارقة التي تحرص أن تكون للفنون فيها مكانتها هذه زيارة الأولى لإمارة الشارقة ولقد انبهرت جدا بالتطور العمراني وبالحرم الجامعي الذي قامت به خاصة وحقا أن شارقة منطقة ثقافية بكل ما تحتويه من تخصصات متنوعة وتعاون ترجمة نانسي قنقر